مرحب بك يا محمد من جديد وبكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان رجال كرة السلة بطل دوري السوبر لهذا الموسم مباراة كبيرة جدا طبعا حب أبارك لكل جماهير النادي الاهلي يعني كلنا طبعا سعداء والنهاردة يوم أهلاوي خالص ومعي في هذه اللحظات طبعا أحد نجوم المباراة يعني طبعا مستر أغاستي باش المدير الفني للفريق أولا بشكرا للمشاهدة للمشاهدة اليوم ولمشاهدة ترجمة نجوم المباراة بشكل جيد للمشاهدة نجد في قصود للمشاهدة نعم جدا أغلب من جديد نعم للمشاهدة النحوات من المشاهدة نعم نعم كما نحن كما نعلم كل مجل هذا كما نعلم كانت وأنا نرى ما هي أنواعان مأنواعان مهولة لأنواعان غدا في النقطة وجدوا العل 선생님 وإنqingıеди occurs وعطsoonته وعطيلون خرجتلمون episode إليكم لأنواعانوما ليصلك أيضا من Yawang وأناومي بار Sad Thirty أعط mood شرعة Damit المترجم الى النادي الأهلي في كرة السلة فزي حضر لمبارات اليوم الحقيقة هو قال لي ان هما كانوا عارفين ان المرش أكيد هيكون صعب يعني دي المرة الحداشر اللي يواجهوا الاتحاد فيها الموسم ده كان طبعا بيحصل تعادلات كتير يعني يمكن خمس مباريات لخمس مباريات لاتحاد ضد الأهلي لكن روح النادي الأهلي وإسرار اللاعبين هي اللي قادتهم للفوز اليوم طبعا والتتويق بالبطولة مستر أغاستي أنت تكون مباركة الآخرية في إيجبط أصبحت الأهلي بالطبع ماذا نريد أن تحصل على جميع الأهلي؟ أبداً أريد أن أتعطي لهم أجل ان يتعلق بالفوز لن يعرف أن هناك مباركة الآخرية ولكن لا اتبع مباركة مباركة ولكن هناك كثيرة من المفروض لا يمكن أن يوميس الان لا يمكن أن يوميس الاندراء النجاحات الطفول. نعم في أي شيء بالنسبة لي لذلك، ص浅نا لدينا وضعنا ونحن لاتفعيش. من اليوم نحن لا يشعر السناء من الزرق نحن 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 سنطلق للآ reinstلا. أنا جداً وإنقرأ وحفظ إياه للمددد أنه جدوى هذه الأش浴in شكرا لك و شكرا لك و هو متفاهم حاجة زي كده لكن برضه هو حابب يقوله من يدعمه في كل الأوقات حتى لو بيبقى فيه بعض الأخطاء لأن طبعا يعني هي دي الكرة أو كرة السلة أو أي رياضة بيبقى فيها بعض الأخطاء طبعا في الآخر هانيتو يعني لسه مستمريين معاكو كل جماهير النادي الأهلي في مزيد من اللقاءات طبعا هنا من داخل صالة دكتور حسن مصطفى والآن العودة ليك مرة أخرى يا محمد في الستوديو شكرا يا هانا ولقاء مهم جدا وكلام وتصرحات مهمة جدا من إجازة بوش المدرب الأسباني لفريق النادي الآلة ترجمة نانسي قنقر